السلام عليكم ورحمة الله ومساكم الله بالخير والعافية والبركة اليوم عندي بضاعة كلش حلوة 5 حاويات وصلتني لمستودع طبعاً لم تابعني سابقاً يمكن قبل حوالي 6 شهر أو سنة نزلت نفس هذه البضاعة وانباعت وأقوى المبيعات كانت عندي على العراق أربيل يمكن شحنوها السوريا وسوريا والعراق وبعض الدول الأفريقية وإلى لبنام بعت منعتها قليل مكميات كبيرة شنو هذا العرض؟ العرض هو أحذية رجالي جودة متوسطة جودة متوسطة بسعر 2 دولار بضاعة جداً جميلة الحلو بهذه البضاعة ستندر يعني شنو ستندر؟ يعني مثل ما تشوفون الكمية هذه القياسات مالتها تجي بالتسلسل يعني هسه هذا الكارتون هذا الكارتون وين قياسه هذا؟ بسم الله شوف هذا الكارتون القياسات مالتها شوفوا شون بالتسلسل يعني قياس 39 كم زوج 40 كم زوج الحد 44 طبعاً هذا الموديل به 2 ألوان وعندي بعد غير موديلات بها غير ألوان كلها بنفس السعر ممكن يسألون الموظفين ينطوكم صورها عندي 5 حاويات أقل كمية تأخذ 1000 زوج طبعاً السعر ثابت تأخذ حاوية تأخذ كل الكمية أسعاري ثابتة ما بيها أي عملة نهائياً شوف الحذاء جودة متوسطة جميل الكارتون يجي طبعاً استندر كامل قياسات بدون علبة البضاعة كلش حلوة كل زوج يجي بكيس بهالطريقة القياسات مات من 39 إلى 44 أعتقد القياسات ماتة حقيقية لأنني لبست ال 44 حوية ضيقة على قياسي الحقيقي 45 ونصف تقريباً حذاء جداً جميل جودة متوسطة دعنا نحاول نصور لكم تصوير قريب هذه الخامة ماتة كماش مثل ما ترون هذه عندك الحماية هنا بالخلف هذه عندك المسكة ماتة القاعدة ماتة يعني مو خفيفة ولا ثقيلة لا بأس بها متوسطة بس مو خفيفة يعني شوف حذاء جميل كشكل جميل جداً طبعاً رح أنطيكم هذا الفيديو بعض أسعار الشحن لبعض الدول بعضها مو كلها لأن أسعار الشحن قبل لا أبدي بأسعار الشحن أسعار الشحن مو ثابتة صاعدة نازلة فأنا رح أنطيكم أسعار الشحن لهذا اليوم ممكن أن تشوف هذا الفيديو بعد شهر شهرين ثلاثة ما أعرف ممكن ترتفع وممكن تنزل فأنا رح أقول أسعار الشحن حتى أسهل الموضوع عليكم نجي على بعض سيقول لكم الدول اللي انا بيع لها بكثرة نجي على العراق اللي هو بلدي بالنسبة للكارتون هادا اللي يحتوي على طبعا العرض عندي اقل كمية تأخذ 35 كارتون الكارتون بي 30 زوج يعني 1000 وكسور يعني عندي خمس حاويات كل حاوية تحتوي على 20400 زوج هذا بالنسبة للرجالي اما بالنسبة للنسائي عندي كمية كل الشبيرة عندي 100000 زوج شوفونا هذا النسائي هذا الكمية 100000 زوج نسائي طبعا أتكمل بسم الله الرحمن الرحيم بابع هذا كانت انت من العراق السعر الزوج البضاعة قدت لكم سعرها الزوج ب$2 وكارتون يحتوي على 30 زوج بسعر 30 زوج الكارتون بسعر 60$ السعر البضاعة انت هنا منعته هسه سأحطيك سعر الشحن والجمارك الشحن والجمارك إلى العراق إلى بغداد من أقول كلمة شحن يعني شحن وجمارك يعني ما عندي شحن بدون جمارك كلها شحن وجمارك كامل الى بغداد شحن الجمارك يكلف هذا الكارتون 16 دولار الى بغداد سعر الكارتون كم جابوني بالتعليقات كم سعر الكارتون 60 دولار يحتوي على 30 زوج يعني الزوج بدولارين شحن الجمارك كم الى العراق 16 دولار نجي على سوريا سوريا نشحن فقط الى مدينة اليوم اليوم نشحن الى مدينة سرمدة فقط وبعض الناس يستيمون البضاعة باربيل ويدخلوها من ناقع على سوريا فراح انطيكم سعر الشحن الى سوريا مدينة سرمدة حصرا اللي ما يعرف مدينة سرمدة هي مدينة خارج النظام الى مدينة سرمدة شحن الجمارك على الكارتون الواحد 28 دولار يعني تقريبا مع الشحن الجمارك يطلع عليك هذا الكارتون ب88 دولار طبعا اقل كم يبيع 35 كارتون ممكن اقل عندك الى ليبيا الى ليبيا تقريبا شحن الجمارك على سعار اليوم 18 دولار عندك الى لبنان 40 دولار شحن الجمارك على كل كارتون يعني التارتون يوصل بيروت ب70 دولار عدنا بعد الإمارات الإمارات الشحن عليها رخيص 20 دولار هذا الكارتون عدنا دول الخليج مثلا عدك قطر البحرين قطر البحرين سلطنة عمان شحنوا جمارك تقريبا على الكارتون 31 دولار الأردن ما نشحن لهذا الأسف لأن قادموا جمارك بها جدا صعب ليبيا أعطيتكم السعر يعني هذه أغلب الدول بس عدنا شحن الأكثر من هذه الدول نحن نشحن تقريبا نشحن 30 دولة وأيضا إذا أنت عندك واحد في الصين يأتي المستودع ياسر بابا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا مستودعي في الصين ممكن يأتي واحد المستودعي ويختار البضاعة بعض الزبان عندي يسافرون من غير مدن يوصلون هنا ويشترون من عندي حاويات مختلطة مثل الزبان اللي كان عدنا اليوم شايفينا رف خير إن شاء الله مع السلام